أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة أرياضيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم معكم الأستاذ رفعة حمزة خبير وموجه أول أرياضيات أبناء الطلاب النهاردة معدنا مع مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجبر إن شاء الله المراجعة نرجعها على جزئين جزء يخص مادة الجبر وجزء تاني يخص مادة الهندسة الفراضية مع مادة الجبر طبعا كانت الوزارة عملت لنا ورقة مفاهيم في منتهى الجمال ومنتهى الروعة تعالوا مع بعضنا نتصفح ورقة المفاهيم في مادة الجبر ونشوف منهج الجبر بتاعنا إيه عناصره وإيه الأبواب بتاعته كان بيتكلم عن إيه بالظهر طبعا أول وحدة في الجبر كنا اتكلمنا على التبديل والتوافيق ونظرية زياد الأدين الورقة اللي وزارة التربية والتعليم ورقة المفاهيم اللي معمولة ورقة شملة كل القوانين اللي انت محتاجة في التبديل والتوافيق ونظرية زيادة الحدين إذن انت مش مطالب بحفظ القوانين انت فقط مطالب بحفظ هذه بفهم هذه القوانين وكيفية التعامل معاها وكيفية حل المشكلات والتمارين اللي بتقابلك باستخدام هذه القوانين طبعا أول قانون في التبديل هو نون لام ره احنا عارفين ان النون لام ره النون دي بنسميها العلم وره بنسميها الدليل بتتفكك الآياتي بنبدأ بالعلم اللي هو نون ثم في نون ناقص واحد في نون ناقص اثنين في نون ناقص ثلاثة وكذا إلى أن نصل للعامل الأخير وهو نون ناقص ره زائد واحد يبقى العامل الأخير في نون لام ره هو العلم ناقص الدليل زائد واحد طبعا ما نساش أن أنا عندي شرط فني مهم جدا وهو أن يكون ره أقل من أو يسوي نون وره ونون تنتمي للأعداد الصحيحة المجابة بس ممكن الره تنتمي للأعداد الطبيعي يعني الره اللي موجودة اللي هي الدليل ممكن تبدأ بالصف ما فيش فيها مشكلة تاني قانون في التبديل اللي هو إزاي نكتب صيغة التبديل بصيغة المضروب نون لام ره بتتفك مضروب نون على مضروب نون ناقص ره مضروب العلم على مضروب العلم ناقص الدليل بعض أبناء الطلاب بينسى أو بيخطأ ويقول مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت لأنا نتذكر أبناء الطلاب مضروب اللي فوق على مضروب الفرق بين اللي فوق ونتحت يعني نون لام ره هي مضروب نون على مضروب نون ناقص ره ثالث قانون طبعا نتذكر أن مضروب واحد تساوي مضروب صفر كلاهما يساوي واحد القانون الرابع اللي هو خاص بالتوفيق نون قاف ره نون قاف ره هي هي نون لم ره على مضروب ره إذن أي توفيقة جواها نفس التبديل بتاعتها يعني نون قاف ره هي تماما نون لم ره ولكن مقسومة على مضروب ره طيب لما أنا أفك نون لم ره اللي موجودة عندي في البسط إلى مضروبين يعني مضروب نون على مضروب نون نقص ره أصبح الشكل النهائي لنون قاف ره هي مضروب نون على مضروب ره في مضروب نون نقص ره إذن نخلي بالنا التبديلة بتتفكي مضروبين بينما التوفيقة بتتفكي ثلاث مضروب القانون الخامس نون قاف نون هي هي نون قاف صفر كلاهما يساوي واحد القانون السادس إذا كان نون قاف ره يساوي نون قاف اسم القانون بنسميه قانون التبسيط وهو نون قاف ره هو هو نون قاف نون مقص ره يعني مثلا على سبيل المثال حداشر قاف تسعة هي هي تماما حداشر قاف اتنين اتنين دي ليه الفرق بين تسعة بين حداشر وتسعة عشان كده سمناه قانون التبسيط مثلا كمان مثال آخر خمستاشر قاف حداشر هي هي تماما خمستاشر قاف أربعة القانون السابع يقولي إذا كان نون قاف سين يساوي نون قاف صاد عندي هنا احتمالين إما سين تساوي صاد أو مجموعهم يساوي نون يبقى إما سين تساوي صاد أو سين زاق صاد يساوي نون وده قانون في منتهى الأهمية نستكمل بعض القوانين التبديل والتوفيق ونظرين زياد الحد في ورقة المفاهيم أيضا عندنا النسبة بين قانونين النسبة بين توفيقين متتاليين يعني نون قاف ره على نون قاف رهنا أسواح تفقنا عند قسمة توفيقين متتاليين كما بالشكل العلم هو العلم والدليل اللي في البسط يزيد عن الدليل اللي في المقام بمقدار واحد بتتفكك الآية يا ابناء الطلاب نون ناقص ره زائد واحد على ره عشان تجيبها بسهولة هاته من البسط هاته من التوفيق اللي موجودة في البسط العلم ناقص الدليل زائد واحد على الدليل اللي موجود في البسط أو الدليل الكبير يبقى نون قاف ره على نون قاف ره نقص ره زائد واحد على ره القانون التاسع وهو جمع توفيقين متتاليين نون قاف ره زائد نون قاف ره نقص واحد نلاحظ القانون التامن والتاسع شرط أساسي تنفيذهم أن يكون نفس العلم يعني نون نون يعني ايضا نون نون اذا كان عشان اجيب نون قف ري زائد نون قف ري زائد ناقص واحد ببدأ اشتغل على الاولى مثلا او التانية وزود واحد فوق وزود واحد تحت يعني بشتغل على الصغيرة وزود واحد فوق وزود واحد تحت يعني نون زائد واحد قاف ري ناقص واحد لما زود عليها واحد هتبقى ري او تجيبها من الكبيرة زود واحد على العالم الكبير وخد نفس الدليل الكبير يبقى نون قف ري زائد نون قف ري نقص واحد هي نون زاد واحد قف ري كده انتهينا من قوانين التبديل والتوفيق تعالوا فكره بقوانين زاد الحدين سين زاد ألف من كله السنون التفاعل اللي لازم يكون عارف طريقة إيجاد هذا المفقوق أول حد دايماً بيبقى نون قف صفر في الثاني أس صفر في الأولاني أس سين والسنون وبالتالي نون قف صفر بواحد ألف أس صفر أيضاً بواحد يتبقى لي التاني الأولاني اللي هو سين والسنون بعد ذلك نون قف واحد في سين والسنون نقص واحد في ألف أس واحد بعد كده نون قف اثنين في سين والسنون نقص اثنين في ألف ألف أس اثنين وهكذا إلى أن أصل إلى الحد الثاني والسنون اللي هو ألف والسنون دي طريقة إيجاد مفقوق ذات الحدين عايزين نراحظ أباق الطلاب لو كانت الإشارة بين الحدين سالبة هيبقى الحدود الزوجية الترتيب هتبقى سالبة يعني الحد الثاني والرابع والسادس والثامن وهكذا هتبقى الحدود الزوجية الترتيب إشارتها تبقى إشارة سالبة طيب إزاي نجمع سين إزاي نجمع سين زائد ألف لكل أسنون زائد سين نقص ألف لكل أسنون يعني مجموعة كوسين مفقوقين مترفقين يعني الإشارة بينهم إشارة سالبة ونفس القص وبينهم إشارة زائدة في هذه الحالة عبارة عن ضعف الحدود الفردية الترتيب من المفقوق الأولاني يعني اتنين في الحد الأول زائد الحد التالت زائد الحد الخامس وهكذا بس بشرط الكلام ده من المفقوق الأولاني اللي هو سين زائد ألف أسنون أما إذا كانت الإشارة بين الحدين سالبة في هذه الحالة تبقى ضعف الحدود الزوجية الترتيب يعني إتنين في الحد الثاني زائد الحد الرابع زائد الحد السادس وهكذا برضو من المفقوق الأول ولازم يكون عارف ليه أبناء الطلاب الكلام ده بيحصل أنا لو فكيت القص الأولاني وفكيت القص الثاني هلاقي أن الحد الثاني من المفقوق الأول هيطير مع الحد الثاني من المفقوق الثاني بس الحد الأول ضبل يعني اتكرر مرتين عشان كده اتنين من الحد الأولاني كذلك الحد الثالث هيبقى ضبل والحد الرابع هيطير مع الحد الرابع وهكذا فهلاقي أن جميع الحدود الزوجية الترتيب هطير أتبقى ليه الحدود الفردية الترتيب متكررة مرتين عشان كده بنقول اتنين فضيع في الحدود الفردية الترتيب أما لو كانت الإشارة بينهم سالبة بنفس الطريقة تماما الحدود الفردية الترتيب هي اللي هتتحزف مع بعض ويتبقى ليه الحدود الزوجية الترتيب متكررة مرتين عشان كده اتنين في الحدود الزوجية الترتيبة للمفقوق الاولاني ايضا حالة خاصة او نتيجة يعني حالة خاصة على هذا المفقوق في حالة واحد زاد او ناقص سين قس نون لازم اكون عارف شكل المفقوق بتاعها بس دي حالة خاصة بشرط واحد زاد سين او واحد ناقص سين الكل قس نون مفقوقها ابناء الطلاب هتبقى واحد زاد او ناقص نونقف واحد سين قس واحد زاد نونقف اتنين سين قس اتنين زائد ننقف ثلاثة ثلاثة وهكذا ولو كانت نقص أيضاً هتبقى نقص مع ملاحظة أيضاً إن الحدود أن زوجة الترتيب موجب أو سالب أما الفردية الترتيب هتبقى موجب نستكمل قوانين زائد الحدين الحد العام في زائد الحدين ده أحد أهم القوانين في هذا الدرس نظري زائد الحدين فأغلى مسئلة بتعتمد على إيجاد الحد العام المفقوك الأمام الحد العام هو حفر زائد واحد عبارة عنه نون قفر في الثاني أسره في الأولاني أسر نون ناقص ره ثاني نون قفره في الثاني إنه هو ألف أسره في الأولاني أسر نون ناقص ره هذا القانون هو قانون الحد العام طيب إيه هو الحد الأوسط في مفقوق زائد الحدين والحدين الأوسطين ده بيعتمد على القس زائد في المفقوق إذا كان القس الموجود في المفقوق فردي يبقى يوجد حدان أوسطان ترتيبهما نون زائد واحد على الاثنين ونون زائد ثلاثة على الاثنين بمعنى سين زائد آلف لكل أس مثلا خمستاشر يبقى في هذه الحالة مؤكد عدد الحدود طبعا هيزيل على الخمستاشر بمقدار واحد يعني عندي ستاشر حد وللتالي يوجد حدين أوسطين ترتيبهم بقول نون زائد واحد على الاثنين وأخذ اللي وراه مباشرة أو أقول نون زائد ثلاثة على الاثنين يعني خمستاشر زائد واحد على الاثنين فيها التمانية أكيد أنه وراه 15 زائد 3 على 2 فيا 9 يبقى التامل والتاسع هم دول الحدان الأوسطان إذا كان المفروض هو سين زائد آلف لكل أس 15 أما إذا كان القس نون عدد زوجي ده معناه أن عدد حدود المفروضة تبقى فردي وبالتالي يوجد حد أوسط واحد ترتيبه نون زائد 2 على 2 بمعنى سين زائد آلف لكل أس مثلا عشرة يبقى الحد الأوسط هو الحد 10 زائد 2 على 2 يعني الحد السادس أيضا درسنا في زائد الحدين النسبة بين حدين متتاليين في مفروض سين زائد آلف لكل أس نون وهي حهرة زائد واحد على حهرة عبارة عن نون ناقص ر زائد واحد على ر في الحد الثاني على الحد الأولين عايز بس أفرق بين هذه الصيغة وصيغة أننا خدناها في النسبة بين حدين بالنسبة بين توفيقين متتاليين وأنا بتعامل مع النسبة بين توفيقين متتاليين بتعامل مع الدليل الكبير بتعامل مع الدليل الكبير اللي هو اللي موجود عندي في البسط اللي هو كان نون قفر على نون قفر هنا أسوأ أما في النسبة بين حدين متتاليين بتعامل مع الدليل الصغير اللي هو موجود في المقام عشان كده مثلا الحد العاشر على الحد التاسع في مفكوك سين زاد ألف لكل أسنون عبارة عن نون ناقص تسعة زائد واحد على تسعة منساش طبع في الحد التاني على الحد الأولاني أما النسبة بين معاملية حدين متتاليين نفس القانون تماما ولكن هضرب في معامل الحد التاني على معامل الحد الأولاني بعد ذلك انتقلنا إلى الوحدة التانية وهي وحدة الأعداد المركبة وعرفنا أن العدد المركب هو العدد الذي يكتب على صورة أو على هيئة سين زائد صاد ت سين تسمى الجزء الحقيقي وصاد ت تسمى الجزء التخيل طبعا هعرفين أن الت هو الجزء سالب واحد أي أن ت تربيع بتساوي سالب واحد ودي ده لسناها بالتفصيل في الصف الأول السنو طبعا مرافق العدد المركب عين تساوي سين زائد صاد ت مرافقه بيكتب عين بار كما بالشكل وهي عبارة عن تغيير إشارة الجزء التخيلي في العدد المركب يعني سين زائد صاد ت مرافقه هو سين ناقص صاد ت أهم حاجة تغيير إشارة الجزء التخيل طبعا لما أجمع عددين مركبين مطرفقين مؤكد هنتق على عدد حقيقي أيضا لما أضرب عددين مركبين مطرفقين بينتق دائما أيضا عدد حقيقي خواص العددين المطرفقين عين واحد زائد عين اثنين الكل بار يعني مرافق مجموع عددين مركبين هو مجموع مرافقية العددين يعني عين واحد بار زائد عين اثنين بار كذلك مرافق حاصل ضرب عددين مركبين هو حاصل ضرب مرافقية العددين يعني عين واحد بار في عين اثنين بار نفس الكلام تماما مع خارج قسمة عين واحد بار على عين اثنين بار هي هي عين واحد على عين اثنين الكل بار دي كلها خواص العمليات أو خواص العدد المركب ومرافقه بعد ذلك دخلنا على التمثيل الهندسي للعدد المركب اتفقنا العدد المركب عبارة عن جزئين جزء حقيقي وجزء تخيلي إذا مثلنا الجزء الحقيقي على محور سين والجزء التخيلي على محور صاد فالمحورين سين وصاد في هذه الحالة بيمثلوا العدد المركب وما منثل العدد المركب عليه ده بنسميه شكل أرجان شكل أرجان طيب ما هو مقياس العدد المركب مقياس العدد المركب معناها طول العدد المركب وهو عبارة عن يرمز له أولا بالرمز مقياس عين وأحيانا بنقول لام وعبارة عن جزء مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي بس نخلي بالنا من غير الته مربع الجزء التخيلي مقصد به صاد تربيع وبالتالي سين تربيع زائد صاد تربيع دي تسمى مقياس العدد المركب ساعة العدد المركب تتعين من العلاقتين إما جا سيتا بتساوي سين على لام أو جا سيتا يساوي صاد على لام أو زا سيتا تساوي صاد على سين وأفضل طبعا أي طريقة تعجبك بهم هديه بساعة العدد المركب بشكل صحيح خواص المقياس والساعة العدد المركب مقياس عين هو مقياس عين بار طبعا بمعنى لو أنا عندي عين بتساوي سين زائد تي صاد وعين بار سين ناقص تي صاد لو أنت جبت مقياس عين هبقى جزر سين تربية زائد صاد تربية ولو جبت مقياس عين بار أيضا هتبقى جزر سين تربية زائد صاد تربية عين في عين بار هي تعتبر مقياس عين لكل تربية أو مقياس عين بار لكل تربيع كلا هما سين تربية زائد صاد تربية مقياس عين واحد في عين اثنين تكافئ تماما مقياس عين واحد في مقياس عين اثنين مقياس عين واحد على عين اثنين هي مقياس عين واحد على مقياس عين اثنين بينما مقياس عين واحد زائد عين اثنين دائما أقل من أو تساوي مقياس عين واحد في مقياس عين اثنين سعة العدد المركب يمكن أن تأخذ عدد غير منتهي من القيام طبعا سعة العدد المركب مقصود بها الزاوية المحصورة بين العدد المركب والاتجاه الموجب لمحور سين يعني هذه الزاوية اللي بين العدد المركب والاتجاه الموجب لمحور سين تسمى سعة العدد المركب هذه الساعة إذا أضيف إليها دورة أو دورتين أو ثلاث دورات أو أي عدد من الدورات ينتج سعة مكافئة لها عشان كده نقدر نقول أن سعة العدد المركب يمكن كتابتها بأكثر من شكل وعدد غير منتهي من الأشكال الصورة الأسية للعدد المركب بنسميها صورة أويلر لو أنا عندي عدد مركب عين مقياسه لام وسعة سيتا يبقى الصورة الأسية له هي عين تساوي لام في هه قس سيتته لام مقصود بها المقياس هه ده العدد النيبيري اللي احنا درسناه في مادة الجبر اللي احنا نقضه قدام شوية في مادة في الهندسناه بالتفصيل في مادة التفاضل سيتة السيتة اللي هي السعة الأساسية للعدد المركب وهي طبعا للعدد التخيلي سيتة في هذه الحالة لابد أن تكون بدلالة باي يعني بالقياس الدائري يعني إذا كانت مثلا على سبيل المثال سعة عدد المركب ما هي ستين درجة لقياس ستيني وانا بكتب الصورة الأسية مينفعش أقول لام هي قس ستين تي لازم الستين دي تتحول بدلالة باي لازم تكافئ باي على ثلاثة تي لازم تكتب بهذا الشكل اللي هو القياس الدائري طبعا هي قس سيتة تي ده عدد مركب في الصورة الأسية أقدر أحوله بكل صورة إلى صورة مسلسية هتبقى جاتة سيتة زائد تي جا سيتة لحظوا أن هنا أمام اله واحد يعني يعتبر المقياس بواحد أما هي قس سالب سيتة تي هي جاتة سيتة ناقص تي جا سيتة وطبعا جاتة سيتة هي جاتة سالب سيتة وجات وسالب جا سيتة هي جا سالب سيتة وبالتالي شكله النهائي جاتة سالب سيتة زائد تي جا سالب سيتة عشان الصورة المسلسية لالعدد المركب بعد ذلك تطرقنا إلى نظرية ديمواف بتعلمني إزاي أرفع العدد المركب إلى الصورة المثلثية أو حتى الصورة الأسية لأي أس هذا الأس قد يكون أس صحيح عدد صحيح سواء موجب أو سالب أو أس كسر إذا كان عين عدد مركب شكله داتا سيتا زائد تيجا سيتا مرفوعا أس نون ونون ده عدد صحيح في هذه الحالة هقدر أضرب النون في السعة طب إذا كان فيه مخياس هارفع المخياس لنفس الأس نون يعني لو كان العدد عين عبارة عن لام في جاتا سيتا زائد تيجا سيتا يبقى عين أس نون عبارة عن لام أس نون في جاتا نون سيتا زائد تيجا نون سيتا بس بشارط تكون النون دي عدد صحيح طيب إذا كان كاف عدد موجب فإن جاتا سيتا زائد تيجا سيتا لكل أس واحد على كاف بمعنى هتعلمني هذي الطريقة إزاي أجيب عدد مركب مرفوع الأس نص أو طلت أو ربع أو خمس وهكذا في هذه الحالة هيبقى شكل هذا العدد عبارة عن المقياس أس واحد على كاف عادي جدا ثم السعة سيتا هضف لها مضاعفات الدورة الكاملة اللي هي اتنين باي ري وأقسم على عدد الجزور اللي هو الكاف زائد تيجا نفس الكلام ده لو كان الأس الموجود على العدد المركب عبارة عن كسر واحد على اثنين واحد على تلاتة واحد على اربعة ما تنسوش ان واحد على اثنين دي تعني الجزور التربعية وواحد على تلاتة تعني الجزور التكابية واحد مثلا. معنى ذلك ان المقدار جاتا سيتا زاد تهجا سيتا لكل اس واحد على كاف طالما اخذت الشكل الامامي هي معتمدة على قيم ره. قيم ره دائمة بنضعها بصف ثم واحد ثم سالب واحد ثم اتنين ثم سالب اتنين بعوض بقيم ره المختلفة الى ان احصل الى عدد الحلول. بمعنى لو انا بجيب مثلا عدد مركب مرفوع لس طل كيف انا هضع ره مرة بصفر مرة بواحد مرة بسالب واحد. طب لو كنت بجيب قصة ربع يبقى صفر وواحد وسالب واحد واتنين. وهكذا لو حتى لو عايز اجيب الجزور انه هي ان شاء الله يكون واحد على عشر. ما تنسوش في جميع احوال لازم السعة الاخيرة اللي انا هسيبها في السؤال تكون محصولة في الفترة من سالب باي لباي يعني لا تتجاوز المئة وتمانين ولا تقل عن سالب مئة وتمانين. طب لو كانت الزاوية تجاوزت المئة وتمانين بشيل منها دورة كاملة. اذا كانت الزاوية قلت عن سالب مئة وتمانين بأضيف اليها دورة كاملة. بعد ذلك تطرقنا الى الجزور التكابية للواحد صحيح. طبعا ديه برضو تندرج تحت باندل اعداد المركبة. اذا كان عين تكعيب تساوي واحد وقدرنا نحول الواحد ده الى صورة مسلسية. ثم قلنا عين تساوي هذه الصورة اسطلت. واستخدمنا نظرية دي موفرة وجبنا الجزور التلاتة. هتكون الجزور الامامي هي واحد. وسالب نص زائد جزر تلاتة على اتنين تي. وسالب نص ناقص جزر تلاتة على اتنين تي. هذه الجزور السلاسة لحظوا لأحدهما عدد حقيقي. والجزران الاخران مركبان ومترافقان. ولوحظ ان احنا لو ربعنا الجزر الاولاني انه هو الجزر المركب الاولاني. هيديني الجزر المركب التاني. فلو حملنا او سفردنا ان هذا الجزر هو اوميجا. ده رمز اللاتيني. يبقى الجزر الاخر اللي هو المركب الاخر اللي هو مرافق له بنسميه اوميجا تربية. اصبحت بعد ذلك الجزور التكيبية الواحد الصحيح هي واحد واميجا واميجا تربية. واحد ده عدد حقيقي. اوميجا ده عدد مركب. اوميجا تربية هو مرافق العدد المركب الاولاني اللي هو الاميجا. وبالتالي اصبحت مليوم ورايح ان اعتبر الجزور التكيبية للواحد الصحيح هي واحد وامجا وامجا تربية طيب لو حبيت اطلب الجزور التكيبية للعدد تمانين هقول اتنين واثنين اومجا واثنين اومجا تربية طيب الجزور التكيبية للألف تبقى عشرة وعشرة اومجا وعشرة اومجا تربية وهكذا ما تنساش ان الامجا هي احدى جزور المركبة للعدد عين تكيب تسبب واحد يعني سالم نص زاد او نقص جزر ثلاثة على ثلاثة وامجا تربية بتبقى دايما مرافقة خواص الجزور التكيبية للعدد المركب اللي هو اومجا اومجا تكيب تساوي واحد واحد زاد اومجا زاد اومجا تربية دائما وابدا بتساوي صفر اومجا تربية نقص اومجا او اومجا نقص اومجا تربية موجب او سالب جزر ثلاثة تخيل واحد زاد اومجا زاد اومجا تربية بتساوي صفر ممكن نستنتج منها عدة قوانين كثيرة يعني ممكن نقول واحد زاد اومجا بسالب أمجة تربيع. واحد زاد أمجة تربيع بسالب أمجة. أمجة زاد أمجة تربيع بسالب واحد. كذلك أمجة أس ثلاثة بتساوي واحد ممكن أسترتيج منها عدة صيغ. يعني أمجة أس ثلاثة أيضا بواحد. أمجة أس ثلاثة نون بصفة عامة حيث نون ده عدد صحيح. دايما تساوي واحد طالما الأس يخبر قسم على تلاتة. أيضا واحد على أمجة ممكن نعتبرها أمجة تربيع. ليه؟ الواحد اللي في البسط ممكن يعتبره أمجة تكعيب فأصبحت أمجة تربية أمجة تكعيب على أمجة بأمجة تربية يبقى واحد على أمجة هي أمجة تربية وهكذا طيب الجزور النونية للواحد الصحيح إذا كان عين السنون تساوي واحد يعني هذه الصية تعتبر تعميم للجزور التكعبية للواحد الصحيح فحبيت أجيه بس الجزر الخامس للواحد الصحيح أو الجزر العاشر للواحد الصحيح فنفس القادة تقريبا الواحد طبعا صورة المسلسية يعجة صفر زائد تهجة صفر لكل قص واحد على نون ثم نستخدم نظرية ديموافر اللي عملنا ليعجة صفر زائد اثنين باي كاف على نون زائد تهجة نفس الكلام وكاف طبعا تنتمي للأعداد الصحيحة قيمها اللي احنا عارفين قبل كده اللي هي صفر وواحد وسالب واحد او اثنين وسالب اثنين واحد كذا ما نساش ان الساعة دائما تنتمي للفترة من سالب باي الى باي هذه الجزور النونية دائما للواحد الصحيح بتمثل على شكل أرجان برؤوس مضلع عدد رؤوسه نون بمعنى لو كنت مجيب الجزور التكعيبية يبقى هنا تمثل أضلع مضلع رؤوسه ثلاثة يعني هنا مضلع ثلاثة يعني مسلس وتقع على دائرة نص قطرها واحد واحدة بيعتبر ان هي الجزور التكعيبية للواحد الصحيح اما لو كانت جزور باعية يبقى هنا تمثل على شكل أرجان برؤوس مربع أما لو كانت بزور خماسية تبقى شكل خماسي منتظم إذا كانت بزور سوداسية شكل سوداسي منتظم بعد ذلك انتقلنا على الوحدة التالتة وهي وحدة المحددات والمصفوفات طبعا حرفنا المحدد من الدرجة نون هو عدد صفوف نون وعدد أعمدة نون خواص المحددات قلنا قيمة المحدد لا تتغير إذا تبدلت الصفوف بالأعمدة والأعمدة بصفوف يعني لو بدلت الصفوف الأعمدة والأعمدة بالصفوف فإن قيمة المحدد لا تتغير أيضا قيمة المحدد لا تتغير بفقه عن طريق عناصر أي صف أو أي عمود إذا وجد عامل مشترك في جميع عناصر صف أو جميع عناصر عمود يمكن أخذ عامل مشترك بمعنى لما أجي أخذ عامل مشترك من محدد بناخده إما من صف أو عمود وعكس هذه العملية صحية لو عندي عدد خارج المحدد وحبيت أضربه داخل المحدد أضربه في صف أو في عمود إذا كانت جميع عناصر أي صف أو عمود في محدد تساوي صف فإن طبعا قيمة المحدد في هذه الحالة تنعدم إذا تساوي عناصر صفين أو عناصر عمودين في أي محدد أيضا قيمة المحدد تنعدم مازلنا مع خواص المحددات إذا بدلنا صف في مكان صف أو عمود مكان عمود فإن قيمة المحدد تتغير في الإشارة فقط بمعنى جاءت أنا في أحد المسائل بدلت عمود مكان عمود إرمي سالب قدام المحدد مباشرة بدلت صف مكان صف أيضا فيها إشارة سالبة قدام المحدد إذا كتبت جميع عناصر أي صف أو عمود طبعا كمجموع عنصرين فإنه يمكن كتابة المحدد الأصل على صورة مجموع محددين هذه الخاصية في الطلاب تعني أنه يمكن تجزيء المحدد الواحد إلى مجموع محددين إزاي؟ أثبت صفين أو عمودين في كلا المحددين ثم أبدأ أجزأ الصف الثالث أو العمود الثالث بالتالي عشان أجزأ المحدد إلى محددين ثبت صفين أو عمودين مجزأ في العنصر الثالث أيضا عكس هذه الخاصية صحيح ينفع أجمع محددين بس بشرط تساوي صفين أو تساوي عمودين في هذه الحالة الصفين المتشابهين أو العمودين المتشابهين ثبتهم ثم إجمع الصف أو العمود المختلف طبعا قيمة المحدد اللي على الصورة المسلسية تساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي طب إيه هي الصورة المسلسية بناء الطلاب؟ هي بتبقى العناصر أسفل القطر الرئيسي الثلاث عناصر اللي أسفل القطر الرئيسي كلها تساوي صف أو الثلاث عناصر أعلى القطر الرئيسي كلها أيضا تساوي صف في هذه الحالة قيمة المحدد هتساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي الخاصية الأخيرة في أي محدد إذا ضربت عناصر أي صف أو أي عمود في عدد ما وأضيفت النواتج إلى صف آخر فإن قيمة المحدد لا تتغيب بمعنى جيت في أي محدد وليكن مثلا محدد سلاسي ضربت عناصر الصف الأول في خمسة وضفت النواتج نواتج الضرب وضفتها على صف آخر مؤكد قيمة المحدد لا تتغيب هذه الخاصية هي الخاصية الأخيرة في فواص المحدد بعد ذلك ننتقل إلى المصفوات لازم نتذكر كواس جدا إزاي نجيب المعقوس الضربي للمصفوفة المربعة من النظام 3 في 3 الأول تعالوا فكركم إزاي كما نجيب المعقوس الضربي للمصفوفة على نظام 2 في 2 ده الأسنافي ولا سنوي قولنا نجيب محددها الأول ولازم نتأكد أن محددها لا يسوي صف ثم نقول المعقوس الضربي اللي كان رمزه ألف وصناقص واحد عبارة عن واحد عن محدد ثم نبدل عناصر القطر الرئيسي ونغير إشارات القطر الغير رئيسي ده في النظام السلائي يعني مصفوفة 2 في 2 أما في النظام 3 في 3 الخطوات بتختلف شوية أول حاجة لازم نجيب محدد هزي المصفوفة ونتأكد أنه لا يساوي صف ثاني خطوة نكون مصفوفة العوامل المرافقة لكل عنصر طبعا المحدد السلاسي في 9 عناصر فبنجيب العوامل المرافقة لكل عنصر يعني عندنا 9 عوامل العامل طبعا هو المحدد المصغر الذي ينتج من حسف الصف اللي هو فيه وحسف العمود اللي هو فيه ثم أجيب نتيجة المحدد السلائي الباقي ده بنسميه المرافق للعنصر اللي عدد درسه بعد كده بنكون مصفوفة العوامل المرافقة بعد بنكونها بنوجد المصفوفة الملحقة وهي مدور مصفوفة العوامل المرافقة بعد بتحصل على مصفوفة المرافقات بتبدأ تدورها بتحصل على بما يسمى المصفوفة الملحقة يتبقى لي المعكوس الضربي هو واحد على المحدد في المصفوفة الملحقة طيب حل أنظمة المعادلات الخطية عشان نحل أنظمة المعادلات الخطية لو أنا عندي باعتبار أن ألف مصفوفة المعاملات وسين مصفوفة المتغيرات وبهي مصفوفة الثوابت المعادلة المصوفية بنكتبها بالصورة ألف سين تساوبت حيث ألف تسمى مصفوفة المعاملات سين تسمى مصفوفة الثوابت به تسمى مصفوفة سين تسمى مصفوفة المجاهيل به تسمى مصفوفة الثوابت عشان نحل هذه المعادلة يبقى أنا محتاج أعرف سين بتسوي إيه لمصفوفة المجاهيل لو احنا ضربنا في ألف أسنقص 1 في الطرفين ألف أسنقص 1 في ألف هديني I اللي هي مصفوفة الوحدة في سين اللي هي سين الطرف الأيسر هو ألف أسنقص 1 في م ده معناه إن أنا محتاج أجيب المعكوس الضرب إلى مصفوفة المعاملات واضربها في مصفوفة السوابت النواتج اللي هحصل عليها نتيجة الضرب هي مصفوفة المجهيل وهي حل نظام المعدلات إيه هي مرتبة المصفوفة ونادرسنا إزاي نجيب رتبة المصفوفة قلنا مرتبة مصفوفة غير صفرية هي أعلى درجة لمحدد أو محدد أصغر للمصفوفة كنتو لا تساوي صفر بمعنى لو أنا عندي محدد سلاسي يبقى أعلى درجة لهذا المحدد هي 3 وبالتالي رتبة هذا المحدد أو رتبة هذه المصفوفة يا 3 يا 2 يا 1 طبعا ما قدرش أقول صفر إلا إذا كانت المصفوفة صفرية وبالتالي إذا كانت المصفوفة على النظام 3 في 3 يبقى رتبة إما 3 أو 2 أو 1 طيب إذا إنت أعرف إن هي رتبةها 3 لو كان محدد السلاسي نفسه لا يساوي صفر المحدد المصفوفة لا يساوي صفر فهذه الحالة طالما لا تساوي صفر يبقى الرتبة 3 طيب إذا كان محدد المصفوفة السلاسية يساوي صفر ده معناه إن خلاص مش هتبقى الرتبة 3 والتالي هننزل نجرب الرتبة 2 لو لقيت محدد سنائي من المحددات الموجودة لا يساوي صفر والتالي هنقول رتبة هذه المصفوفة أصبحت 2 طيب لو كانت جميع المحددات السنائية التسعة هيساوي صفر ده معناه إن رتبة المصفوفة تبقى بالعدد واحد إيه هي المصفوفة الموزعة الموسعة لنظام من المعادلات اللي كله بنسميها بالرمز ألف ستار هي عبارة عن مصفوفة عبارة عن جزئين الجزء الأولاني منها هو مصفوفة معاملات المعادلات ثم بنضع جنبها مصفوفة المجاهيل اللي هي بنسميها به بتكتب بالشكل الأمامي ألف ثم شرط من قطع ونحط عمود المجاهيل وطبعا النظام هذه المصفوفة عبارة عن ميم في نون زائد واحد هي أصلا الأصل ميم في نون وبعد ما زودنا عدد الأعمدة واحد أصبحت ميم في نون زائد واحد المعادلات الغير متجنسة ما معنى معادلة غير متجنسة؟ هي المعادلة اللي على الصورة ألف سين تساوي به وبه مصفوفة غير صفرية يعني العناصر ببرة أحدهم على الأقل لا يساوي صفر طيب من نظام المعادلات الغير متجنسة إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية يساوي ردبة المصفوفة الموسعة يساوي عدد المجاهيل في هذه الحالة بنقول يكون لها عدد لا نهائي من الحلول يكون لها أسف يكون لها حل وحيد يبقى نظام المعادلات المتجنسة يكون لها حل وحيد إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية تساوي ردبة المصفوفة الموسعة تساوي عدد المجاهيل أما إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية تساوي ردبة المصفوفة الموسعة أقل من عدد المجاهيل يعني قمتها أقل من عدد المجاهيل كان عدد المجاهين الثلاثة والرتب المصفوفة الأصلية والمصفوفة الموسعة كلا هما باثنين فهذه الحالة بالقول يوجد عدد لا نهائي من الحلول لهذه المعادلات أما إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية لا تساوي أساسا ردبة المصفوفة الموسعة ده معناه أنه لا يوجد حل على الإطلاق لهذا النظام من المعادلات هذا الكلام خاص بالمعادلات الغير متجنسة أما المعادلات المتجنسة هي زيها بالضبط ولكن الفرق أن عمود السوابت كله إصفار يعني مصفوفة صفرية وبالتالي هنا فيه نوعين فقط من الحلول الحال الأولاني إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية تساوي ردبة المصفوفة الموسعة تساوي عدد المجاهين في هذه الحالة يوجد عدد لا نهائي من الحلول وهذا العدد لا أسف إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية يساوي ردبة في نظام المعادلات المتجنسة بيبقى طبعا مصفوفة السوابت بتبقى كلها إصفار في هذه الحالة يوجد معين فقط من الحلول إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية يساوي ردبة المصفوفة الموسعة في هذه الحالة يوجد حل وحيد لهذا النظام هذا الحل يسميه الحل الصفري وأحيانا بنقول الحل البديهي وبالتالي عرفنا نظام هذا المعدد أما إذا كان ردبة المصفوفة الأصلية تساوي ردبة المصفوفة الموسعة أقل من عدد المجاهين في هذه الحالة يوجد عدد لا نهائي من الحلول من بينهم الحل الصفري طبعا كده خلاص أبناء الطلاب انتهينا من مراجعة ورقة المفاهيم اللي هي شمل جميع المنهج اللي احنا درسناها بالتفصيل وبالتالي هي ورقة مفيدة جدا 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 بتذكرت بكل عناصر إلنا تعالوا مع بعض نشوف المراجعة بتاعتنا في صورة أمثلة احتيار من متعدد متضمنة أسئلة وردت فيه امتحانات السنوات السابقة وأيضا فيه نمازج التجربية اللي وزارة التربية والتعليم عملها الأبناء الطلاب أول مثال معايا بيقول لي إذا كان واحد وأمجة وأمجة تربية هي الجزور التكيبية للواحد الصحيح فإن المقدار 14 زائد 6 أمجة زائد 21 أمجة تربية على 8 أمجة تربية نوع السبعة سابق نقط يترى سالم أمجة ولا أمجة ولا أمجة تربية ولا سالم أمجة تربية للتعامل مع هذا السؤال لأبناء الطلاب تعالوا نتحرك الأدي 14 زائد 6 أمجة زائد 21 أمجة تربية أقدر أجزأ الساب 6 أمجة إلى سالب 6 سالب 6 أمجة تربية وهسيب الواحد وعشرين أمجة تربية كما هي يبقى أنا في البسط جزأت الجزئية اللي اسمها 6 أمجة إلى سالب 6 سالب 6 أمجة تربية الجزئية اللي موجودة في المقام 8 أمجة تربية أقدر أجزأها إلى سالب 8 سالب 8 أمجة سالب 8 سالب 8 أمجة ناقص 7 تعالوا بعد أن نختصر البسط 14 ناقص 6 هحصل على 8 سالب 6 أمجة تربية زائد 21 أمجة تربية هحصل على 15 أمجة تربية عندي في المقام سالب 8 سالب 7 هحصل على سالب 15 سالب 8 أمجة طيب وصلت للشكل اللي أمامي برضو ما أصلتش لنتيجة إيه رأيكم أبناء الطلاب ناخد من البسط أمجة تربية عاما المشترى هتقول لي إزاي أخد أمجة تربية هي التمانية دي جنبها أمجة أمجة تكعيب هنعرفين كواس جدا أن أمجة تكعيب واحد فاعتبر هذه الجزئية اسمها 8 أمجة فاعتبر هذه الجزئية اسمها 8 أمجة تكعيب لما أسحب أمجة تربية عامل مشترق فهتبقى لفو 8 زائد 8 أمجة زائد 15 ومن المقام هسحب سالب عامل مشترق فهحصل على 15 زائد 8 أمجة فلاحظ أن هذا القوس هو نفس القوس الموجود في المقام هسحسه مع بعض هتبقى لي أمجة تربية على سالم أمجة يعني الناتج النهائي سالم أمجة تربية وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة للأخير تشوف مع بعض مثال آخر على مستوى أرجند مساحة سطح الدائرة التي تمر بالنقاط التي تمثل الجزور التكعيبية للواحد الصحيح تساوي نقطة واحدة مربعة تفقنا خلاص في ورد المفاهم لبهناكو أن الجزور التكعيبية للواحد الصحيح على هيئة مسلس وتساوي الأضلاء أما الجزور الربعية على هيئة مربعة أما الجزور الخماسية برضو للواحد الصحيح على هيئة شكل خماسي منتظم بمعنى هو يتكلم على الجزور التكعبية إذن الجزور هنا تمثل مسلس متساور أضناء على شكل أرجان كامها بالشكل الأماني العدد الأولاني أو الجزء الأولاني شكله الرياضي جاتة صفر زائد تهجة صفر وهو قيمته بواحد شكل التالي اللي هو الأومجا اللي هو صورة المثلثية جاتة 120 زائد تهجة 120 العدد التالت جاتة سالب 120 زائد تهجة سالب 120 تمثل أومجا تربيع هذه الجزور التلاتة لو مسلناها بشكل أرجد عبارة عن دائرة نص قطرها واحد وهو عايز هنا مساحة سطح الدائرة مش عايز مساحة سطح المثلث مساحة سطح الدائرة طبعا باي نق تربيع وأنا متأكد أن نص القطر هنا بواحد بيعتبر أن هي الجزور التكامية للواحد الصحيح باي نق تربيع يعني باي في واحد تربيع بباي وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى المثال الثالث في مفقوق سين زائد ألف من كل السنون حسب قوة سين التنازلية إذا كان الحد الرابع هو نفسه الحد الخامس عشر من النهاية فإن نون تساوي نوع في هذا المثال مديني سين زائد ألف وسنون وإيه لي أن الحد الرابع من البداية هو الحد الخامس عشر من النهاية طيب الحد الرابع من البداية هو الحد ترتيبه حد الرابع من البداية هو الحد الترتيب الخمستاشر من النهاية والترتيب الـ 15 من نهاية بنجيبه كان آتي أبناء الطلاب نون زائد 2 ناقص 15 يعني ترتيبه من البداية نون زائد 2 ناقص 15 النون عندي هنا نون زائد 2 زائد 15 يعني نون ناقص 13 ده معناه أن نون ناقص 13 بتساوي 4 وبالتالي نون هتساوي 17 وبالتالي عشان يكون الحد الرابع من البداية هو الحد الـ 15 من النهاية لابد أن تكون نون هنا تساوي 17 وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة التالت ننتقل مع بعض المثال الرابع قيمة المحدد 2 كاف 2 تلت 6 تلاتة واحد على كاف 2 كاف كاف نص حيث كاف لا يساوي صفر تساوي نون 6 كاف من واحد على 6 كاف تساوي صفر طيب لوحنا تأملنا هذا المحدد لو قدرت أشتغل على الخواص اللي احنا درسناها لو قدرت تخلي صفين زي بعض أو عمودين زي بعض قدرت أثبت أن هذا المحدد يساوي صفر وده أغلب المسائل تطلع بصفر طيب لوحنا بصينا ابناء الطلاب في العمود التالت وطلت هو واحد على كاف ونص لوحنا اضربنا هذا العمود في سالب 6 كاف هذا العمود نضربه في سالب 6 كاف ونضيف النواتج على العمود الأولاني ماذا يحدث؟ طلت لما اضربها في سالب 6 كاف أحصل على سالب 2 كاف لما اضربها في سالب 2 كاف أحصل على صفر كذلك واحد على كاف لما اضربها في سالب 6 كاف أحصل على سالب 6 ونضيفها على العمود الأولاني أحصل على صفر النص لما اضربها في سالب 6 كاف أحصل على سالب 3 كاف لضيفها على العمود الأولاني أحصل على صفر بعد هذه العملية لقيت أن العمود الأول جميع نصر تساوي صفر وبالتالي قيمة هذا المحدد تساوي صفر وعلى هذا الأساس اختياري الصحيح هو الاختيار الأفير بكم طريقة يمكن للجنة مكونة من سبعة أعضاء أن تتخذ قراراً بالأغلبين أمامي لجنة مكونة من سبعة أعضاء هنتخذ قراراً ما بس هنأخذه بشكل جيمقراطي وهو رأي الأغلبية طيب إيه هي أغلبية؟ إيه الأغلبية في لجنة مكونة من سبعة أعضاء عشان يكون فيه أغلبية يتم اتخاذ القرار إذا صوت عليه أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة الأغلبية هنا أربعة أو خمسة إيه أربعة كل أربعة دول أكتر من ثلاثة لو كانوا خمسة الخمسة أكبر من أجنة التانية لو كانوا ستة ستة أكبر من واحد لو كانوا سبعة يعني كله بفقوا على القرار وبالتالي يتم اتخاذ القرار إذا صوت عليه أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة وبالتالي هنا نضرول عدد الطرق هي 7×4 زائد 7×5 زائد 7×6 زائد 7×7 طيب نقول تزائد لحظوا لنا أداة الربط أو حنتفقنا أداة الربط ومعناها عملية ضرب أما إذا كان أداة الربط أو بمعناها عملية جمع وبالتالي 7×4 زائد 7×5 زائد 7×6 زائد 7×7 باستخدام الألن الحزب وأحصل على النتيجة 64 وبالتالي إجابتي الصحيحة هي الإجابة الأخيرة تشوف مع بعض المثال السادس إذا كان 4×2 زائد 2 تساوي 4×2 نقص ره فإن قيم ره تساوي نقطة دارة 0 ولا 0 و2 ولا سالب 2 و2 ولا سالب 2 وسالب 1 و0 و1 و2 أنا أمامي توفيقين بيساوي 4 إن العلم هو العلم ده معناه إن الدليل يساوي الدليل أو مجموعة دليلين يساوي 0 لو أنا قلت الدليل يساوي الدليل يعني ره زائد 2 تساوي 2 نقص ره وده معناه بكل بساطة إن ره هنا تساوي 0 وده أحد الحلوم الشرط الثاني اللي هو مجموعة دليلين يساوي العلم يبقى ره زائد 2 زائد 2 نقص ره تساوي 4 لحظوا لا يحصل لآتي لكن ره هتروح مع الره حصلت على 4 زائد 4 لما أجي أحل معادلة أثناء الطلاب والمتغير الرئيسي أو المنجول الرئيسي اللي أنا بجري وراه اختفى يبقى لازم أخلي بالي لو لقيت الطرف الأيمن مسويا للطرف الأيسر هذا معناه إن هذه العرافة صحيحة لجميع قيوم أما لو لقيت المتغير الرئيسي اختفى من المعادلة والطرف الأيمن لا يساوي الطرف الأيسر هذا معناه إن المعادلة ليس لاحل على الأفضل وبالتالي بعد ماشينا ره مع الره لقيتنا 4 تساوي 4 هذا معناه إن هذه العرافة صحيحة لجميع قيوم ره الممكنة وبالتالي حل هذه المعادلة هندور على قيم ره الممكنة طب إيه هي بقى قيم ره الممكنة في هذه العرافة؟ تعرفين في التوفيق أنه لازم أن التليل اللي تحق أقل من أو يساوي العلم يعني الره زادتين ديت لابد أن تكون أكبر من أو يساوي صف وأقل من أو يساوي أربعة اللي هو العلم من فوق وبالتالي نموضيف سالب 2 لجميع الأطراف هتبع سالب 2 أقل من أو يساوي ره أقل من أو يساوي 2 وبالتالي القيم ره في هذه الحالة هي سالب 2 سالب 1 0 1 2 وهي دي جميع قيم ره التي تحقق هذه العلاقة بشكل صحيح أحد أبناء الطلاب أزاي يقول لي ممكن ره تساوي سالب 2 فتقول لي لازم تنتمي لأعداد صحيح المجابة تمام؟ يعني أقول لك المقدار ده كل ينتمي لأعداد كالطبيعية أو الأعداد الصحيح المجابة في مصر وبالتالي لما أحط ره بسالب 2 يعني المجموع هنا بصفرة ليش مشكلة أهم حاجة ما تكونش ناتج النهائي للدليل يكون كمية سالب وبالتالي ما فيش مهنا تكون رهي هنا بسالب 2 أو سالب 1 أو 0 أو 1 أو 2 وبالتالي إجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الجابة الأخيرة ننتقل مع بعض المثال السادس إذا كان ستة نون قف ثلاثة وأربعة نون قف أربعة وخمسة نون قف خمسة في تتابع هندسي فإن نون تساوي نقطة 20 عدة تختيار ما معنى أن تلت عناصر في تتابع هندسي؟ تلت عناصر في تتابع هندسي معناه أن الأول في التالت يساوي مربع لفنص أما إذا كانوا في تتابع حسابي في المثال الآخر هنقول الأول زاد الثالث ضعف لفنص في هذا المثال أي لأنهم في تتابع هندسي؟ ده معنى أن ستة قف نون واربعة نون ستة نون قف ثلاثة واربعة نون قف أربعة وخمسة نون قف خمسة تابع هندسي؟ ده معنى أن الأول في التالت مربع لفنص أو بكل كبه بصيغة أخرى وهي أن خمسة نون قف خمسة على أربعة نون قف أربعة تساوي 4 منقف 4 على 6 نول قاب 3 هي هي تماماً لو ضربت حاصل ضرب الترفيين يساوي حاصل ضرب وسطين حصل أن الأول في التالت يساوي مربع كله في النص لقيت نفسي قدام النسبة بين توفيرين متتاليين في كل الطرفين ولكن في الطرف الأيمن منقف 5 على منقف 4 أول توفيرين متتاليين أما في الطرف الأيسل أيضاً منقف 4 على منقف 3 توفيرين متتاليين وبالتالي أقدر أستخدم العلاقة بتاعتي 5 على 4 زي ما هي نول ناقص 5 زائد 1 على 5 طرف الأيسر 4 على 6 زي ما هي ثم نول ناقص 4 زائد 1 على 4 والتعامل المخياطي البسيط مع هذه المعادلة ترحصل على نول ناقص 4 على 4 تساوي نول ناقص 3 على 6 ثم هبدأ أضرب حاصل ضرب الترفيين وحاصل ضرب الوسطين هحصل من خلالها كل بساطة على أن نول هتساوي 6 ودي إيجابة الصحيحة وبالتالي اختيار الصحيح والاختيار التامي أعتقل مع بعض إلى المثال السابع المثال التامي ناسف إذا كانت النسبة بين الحد 5 في مفقوق سين زائد 1 على سين لكل عس 15 والحد الرابع في مفقوق سين لقص 1 على سين 3 على قص 14 هذه النسبة تساوي سالب 1 على 15 فإن سين تساوي نقاط ومديني عدة اختيار في هذا المثال هجيب الحد الخامس من المفقوق الأول والحد الرابع من المفقوق الثاني ثم نقسم مع بعض من ساوي النسبة لسالب 1 على 15 طبعا للحد الخامس نحن عارفين أنه قيمته عبارة عن 15 قف 4 الثاني واحد على سين قص 4 الأولان يقص الفرق من 15 وربع لقص 11 ده كده لحد الخامس من المفقوق الأول ثم نبدأ نبصاته 15 قف 4 قيمتها عبارة عن 1365 هذه الجزئية تعتبر سين قص السالب 4 وهذه الجزئية سين قص 11 وعند الضرب نجمع القصص والتالي سين قص 7 بنفس الطريقة تمام هذه من حد الرابع بالسلم المفقوق الثاني حد الرابع تبقى نون قف نون رينس واحد يعني 14 قف ثلاثة الثاني بتشرطه يعني سالب 1 على سين تنبيع قص 3 في الأولان اللي هو سين قص الفرق 14 ثلاثة وبتبسيط هذا المقدار 14 قف ثلاثة في سالب واحد قص 3 سالب واحد حصل على سالب 38 64 هنا سين قص 6 في المقام لو طلعت في البست سين قص سالب 6 مطروبة في سين قص 11 حصل على سين قص 5 هو اللي النسبة بين الحد الخامس من المفقوق الأول إلى الحد الرابع في المفقوق الثاني تساوي سالب واحد على 15 بإسم الطرفين دور وسويها بواحد سالب واحد على 15 ده معناه لما هحصل على إن سين تربيع تساوي 4 على 25 لما نجيب الجز التربيع للطرفين بتساوي أوجب أمصال 2 على 15 وعلى هذا الأساس إجابة صحيحة لهذا السؤال هي إجابة رقم واحد ننتقل مع بعض إلى الإنسان التاسع في مفقوق 2 سين زائل 3 صهد لكل قص عشرة الحد الذي له أكبر معامل هو نقط مدين عدة خير رقم يطار الحد الرابع ولا الحد الخامس ولا الحد السادس ولا الحد السان طبعا عشان نجيب الحد الذي له أكبر معامل اتفاق نجيب معامل حق 1 على معامل رقم ونطبق قانون النزل بين الحد المتتاليين 10 ناقص رقم زائد 1 في معامل الثاني على معامل الأولاني ونطبق أكبر من أوسام 1 التعامل مع هذه المتبينة فحصل على 33 ناقص 3 رقم على 2 رقم أكبر من أوسام 1 فمدر الطرفين فوسطين إذا 33 ناقص 3 رقم أكبر من 2 رقم وده معناه إن رقم 33 أكبر من 5 رقم وقسم الطرفين على 5 فحصل على إن رقم أقل من 33 على 5 يعني 6 6 18 في هذه الحالة يا شباب إذا كان رقم أقل من عدد غير صحيح ده معناه إن أكبر قيمة صحيحة الرقم هي العدد 6 تبني مقص 7 أنا بقول رقم أقل من أو 6 18 ما هو أول عدد صحيح أقل من 6 18 هو بباشرطا هو العدد 6 ده معناه أنه يوجد حد الذي له أكبر معامل هو الحد اللي بعده بباشرطا هو الحد السابع وبالتالي في هذا المفقوق الحد الذي له أكبر معامل هو الحد السابع طبعا ما هو العزيم دي بقيمة هذا الحد هجيب حصر عادي جدا بقى مشكلة إلا 10 رقم 6 في الأولاني والسلفات وأنا بتكلم على المعامل نفسه وبالتالي هتعامل مع المعاملات فهحصل على المعامل الامامي بشكل كون المثال العاشر أي مما يأتي هو مساحة السطح المسلس رؤوسه هي النقط التي تمثل الجذور التكابية للواحد الصحيح ده ما اتفقنا من شوية قلنا الجذور التكابية للواحد الصحيح وتمثل على ورؤوسه تقع على دائرة واحد طول نص القطرة هي ساوي واحد واحد مساحة هذا المسلس باعتبار أنه مسلس بتساوي الأطلاع لو أنا جبت البعد بين عين واحد وعين اثنين احداثيات أو لو أنا جبت مسلس مساوي الأطلاع طول أو دائرة أو المسلس اللي هو أمامي مقاتي طول نص قطرة واحد يعني طول دائرة واحد ودائرة أيضا واحد لو مقياس العدد المركب والزاوي نحو مئة وعشرين دائرة قادر رحصل على الوطر لو عين واحد وعين اثنين اللي هو عبارة عن جزر تلاتة بنفس الطريقة تماما المسلس بتساوي الأطلاع طول طنعه جزر تلاتة وبالتالي مساح طول نص أربعة جزر تلاتة وحد مربعة وبالتالي إيجابة تجابة سلح داشر عدد الطرق الممكنة التي يمكن لشخص في أحد الأندية أن يختار الاشتراك في ثلاث لعبات على الأقل من مجموعة الألعاب قرد خدم قرد يد قرد طائرة قرد سلة أحد الأشخاص يشتري في أحد الأندية أمامه أربع خمس لعبات قرد خدم قرد يد قرد طائرة قرد سلة أربع ألعاب فقط ويشتري في ثلاث مو طيب الطالب هنا أو الشخص هنا هيختار إزاي شباب بكل بساطة هيختار يشترك في ثلاث لعبات أو أربع لعبات ليه هو الذي يشترك في ثلاث لعبات على الأقل ثلاث لعبات على الأقل من أربع لعبات معلومة يشترك في ثلاث أو أربع ثلاث لعبات أو أربع لعبات يبالحظ بالأخير هنا بدون ترتيب وبدون تكرار ليه بدون ترتيب شيفرق معاين أنا اخترت كرة قدم ثم كرة يد ثم كرة سلة أنا قولت السلة ثم القدم ثم اليد ترتيب مش تفرق معاين كذلك منفعش اختار كرة قدم وكرة قدم وكرة قدم منفعش هنا أقرر إذن هنا ما فيش ترتيب وما فيش أيضا تكرار وبالتالي عدد التر عبارة عن أربعة قف ثلاثة زاد أربعة قف أربعة يعني استعملت عملية التوفير لذلك الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول في مفكوك سين تربيع ناقص واحد على سين كل غصة خمستاشر حسب قوى سين التنازلية قيمة الحد الخالي نزل طبعا لإيجاد الحد المجتمل على سين قص كاف اتفاق نجيب الحد العام ثم نجعله في أبسط صورة ممكنة ثم نساوي القص الموجود على سين بالقص المطلوب نحصل على الحد المطلوب في هذا المثال عايز الحد الخالي من سين نحن هنجيب الحد العام اللي هو حفر زي الواحد عبارة عن خمستاشر قف التاني سانب واحد على سين قص ري في الأولان لأنه هو سين تربيع قص خمستاشر ناقص ري لما نختصر هذا المقدار هنحصل على خمستاشر قف ري سانب واحد قص ري سين قص تنتين ناقص تلاتة ري ليه تنتنتين ناقص تلاتة ري قص القص طبعا بيتضرب يعني اتنين في خمستاشر بتلاتين واثنين في سالب ري بسالب اتنين ري وايضا فيه هنا كمان سالب ري عشان كده تلاتين ناقص تلاتة ري هاخد المقدار اللي هو تلاتين ناقص تلاتة ري هو سبوب صفر لانه عايز لحد الخالي من سين ومن خلال بكل بساطة تبقى ري تساوى عشرة هنبي أداء الطلاب طالما ري تساوى عشرة يبقى الحد الخالي من سين هو الحد العادي عشرة هو حد استعجل اللي هو هو الحد العاشر لاننا عندي هنا اسمه حهرة زائد وانا تالي الحد الخالي من سين هو الحد الحد وليه بقيمته ازاي نعود فيه الحد العام اللي أنا ما اختصره بس اعود في جزء المعامل فقط انتبار انه هو حد خالي من سين بس نخلي بالنا نعود بالره اللي حصلنا على ره عشرة يبقى معامل الحد الخالي من سين او الحد الخالي من سين نفسه هو خمستاشر قف عشرة في سالب واحد خمستاشر قف عشرة هي هي تماما خمستاشر قف خمسة وبالتالي اجابة الصحيحة في هذا السؤال هي بجابة لألف ننتقل مع بعض من المسال التالي اذا كان الف تساوي جا سيتا جا سيتا سالب جا سيتا جا سيتا فان الف تربية اس سالب واحد تساوي وط ومتنين عدة اختلط في هذا المسال مصفوف على النظام تكون هذه المصفوفة طبعا تربية المصفوفة مش معناه ان انا هرب على ص dissect تربية المصفوفة يعني ان انا هتضرب المصفوفة في نفسها مرتين وبالتالي جا سيتا جا سيتا سالب جا سيتا جا سيتا هتتضنف نفسها كميان مرة فانا طبعا نقدر بالنصوفات ونضرب صف فعمور عناصر الصف الاول في جميع الاعمدة ثم عناصر الصف التام في جميع العمد. ثم يحصل على الصف الثاني conheضروه في العمود الأول والضرب الثالثة هعاب سالب ك isita cata city ناقص cata city cata city ثم هعاب سالب كاتاispers実 vois لان انا لحظت عنصر كاتا تربيع سيتا ناقص جاتا تربيع سيتا احدى قوانين كاتا الضعب وهذه القوانين زاة اهمية خاصة بنستعملها في التفاضل بنستعملها في الستاتيكا بنستعملها في الجيناميكا بنستعملها في جميع فروع المنهج الى عندنا ف الرياضيات وبالتالي قوانين قاتدع أرجو من أفناء الطلاب الإهتمام به جاة تربية سيتا أنا أرأس جاة تربية سيتا هي جاة تربية سيتا كذلك جاة سيتا جاة سيتا وكمان مرة جاة سيتا جاة سيتا يعني اتنين جاة سيتا جاة سيتا وإذا قانون جاة ضعف كذلك هنا سالب قانون جاة ضعف هنا قانون جاة ضعف بالتالي الشكل النهائي بألف تربية هو جاة تين سيتا جاة تين سيتا سالب جاة تين سيتا جاتا تنسيتر هذه المصوفة اللي أنا حصلت عليها تمثل ألف تربيع أنا محتاج المعكوس الضربي له تفاعل المعكوس الضربي المصوفة على الزوء 2 لازم الأول نحصل على محدد هذه المصوفة محدد هذه المصوفة هو عبارة عن جاتا تنسيتر بجاتا تنسيتر يعني جاتا تربيع تنسيتر بعد كده ناقص جاتنسيتر في سالب جاتنسيتر هحصل على زائد جاتنين جاتا تربيع تنسيتر جاتا تربيع أي زاوية زائد جا تربيع نفس الزاوية دائماً وأبداً بواحد كده خلاص أصبح المحدد يساو واحد لا يساو صفت والتاني فيه إمكانية لإيجاد المعكوس الضرب المعكوس الضرب عبارة عن واحد على المحدد يعني واحد على واحد فيه هنبدل عناصر القطر الرئيسي طبعا عناصر القطر الرئيسي هم هم نفس العناصر فتبدلوا مش هايبان معانا أما في القطر الغير رئيسي هنغير إشاراته يعني الجاة من سيتا هحاولها إلى سالب جاة من سيتا وسالب جاة من سيتا حوالها إلى موجة جاة من سيتا هو ده الشكل النهائي المعكوس الضرب إلى ألف تربية وبالتالي لو إحنا بصينا على الاختيارات هلاقي الاختيار الأولاني هو الاختيار الأسر نشوف مع بعض النساء الأربعة عشر إذا كان واحد وأمجة وأمجة تربية هي الفزور التكيبية للواحد الصحيح فإن ألف على أمجة ناقص ألف على أمجة تربية زائد ثلاثة ألف على أمجة خصة أربعة ناقص ثلاثة ألف على أمجة خصة خمسة تربية تساوي نقطة من عدة اختيارات وصلت إلى أبداية الطلاب أول ما لقى منظر بهذا الشكل يفضل كل الأمجات المعروضة في المقام أنقلها في البسط بس الأول بعد اختصار الجزء الأولاني ألف على أمجة ممكن اعتبارها ألف أمجة تربية الجزء الثاني ألف على أمجة تربية ممكن اعتبارها ألف أمجة يفعلنا ليه؟ اعتبار جنب الألف لهنا أمجة تكعيل فأمجة تكعيل على أمجة تربية هي الأمجة الجزء الثالث أمجة أصت أربعة في المقام أقدر أشيل منها أمجة أصت تلك يعني أتصف صف على أمجة وأصبحت ثلاثة ألف أمجة تربية كذلك أمجة أصت خمسة في الجزء الأخير أقدر أشيل منها أمجة تكعيل اللي هي بواحد وبالتالي أصبحت أمجة تربية في المقام أقدر أن ألف البصد إلى أمجة أصبحت سالب ثلاثة أمجة لما جمع هذا المخدار هجمع ألف أمجة تربية مع ثلاثة ألف أمجة تربية هحصل على أربعة ألف أمجة تربية كذلك سالب ألف أمجة وسالب ثلاثة أمجة سالب أربعة ألف أمجة طيب تعالوا بعض نأخذ أربعة ألف عامل مشترك بس نخلي بلنا فيه إلى تربية كما بالشكل هتبقى لي بين القسين أميجة تربيع ضعص أميجة إن هي احنا عارفنا كويس جدا موجب أو سالب جازر ثلاثة تخييلي طبعا لما فك التربيع اللي عليها تبقى هنا 16 ألف تربيع موجب أو سالب جازر لما أنا أفكها أحصل على 3 في تربيع اللي هي سالب ثلاثة وبالتالي الناتج من هي 16 في سالب ثلاثة يعني سالب 48 ألف تربيع وبالتالي إجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الإجابة أميجة نشوف مع بعض النسان 15 في مفتوق ألف سالب تربيع ناقص به على سين بكل قس 12 حسب قوة سين التنازلية الحد السابع هو نقاط ونجدين ما يدع في اختيارات يعترى هو الحد المجتمع على سين ولا الحد الخير من سين ولا الحد قبل الأخير يعني الحد الاثناشر ولا الحد المجتمع على سين تعالوا الأول نجيب الحد السابع طبعا الحد السابع القانونه هو 12 قابل 6 الثاني شرط نخلي بالنا يعني سالب به على سين قس 6 في الأولانه اللي هو ألف سين تربيع قس 6 اللي هو فرق بين 12 قس 6 باختصار هذا المقدار هحصل على 12 قابل 6 في سالب به قس 6 في ألف قس 6 سين قس 6 إذن واضح أن هذه الجزئية كلها معامل في سين قس 6 لما الحد السابع هو الحد المجتمع على سين قس 6 وبالتالي مؤكد إجابة الصحيحة هي الإجابة ننتقل مع بعض إلى المثال 16 إذا كان الرقم السر لقفل يتكون من 3 أرقام مختلفة من بين الأرقام 1 2 3 4 لغاية 9 بكم طريقة يمكن تكوين رقم سر يحتوي على الرقم 6 هل عندي 168 أو المثال وإنه 126 وإنه 336 أو المثال 124 طيب الرقم 6 له تلت طرق لحجز متين في الرقم وذلك يفرض علي أنه أستعمل الرقم 6 بمكن الرقم 6 يدعف من الخانة الأولى أو الخانة التالية أو الخانة التالية والتالي أأكد المكان التالي له 8 طرق لأنه خلاص الرقم 6 حجز خانة والتالي خلاص المكان التالي هاختاره من بين 8 أعداد البقية والتالي له 8 طرق اغتيار المكان التالي له 7 طرق اللي هم 7 أرقام البقية وبالتالي أصبحت عدد طرق هو 3 8 7 حصل على 168 طريقة مثال 17 إذا كان معامل الحد التاسع في مفقوق ألف جزرسين لعص واحد على ألف جزرسين كله 16 حسب قوة سين التنازلية هذا الحد التاسع يساوي 7920 فإن ألف تساوي نقر ومعه عدة اغتيار كل ما في الأمر هناك طلاب هلنجيب الحد التاسع ونساويه 7920 وننتعين معه طبعا الحد التاسع هو حه 9 يساوي 12 قاف 8 الثاني اللي هو سالب واحد على ألف جزرسين قصة 8 الأولاني اللي هو ألف جزرسين قصة 4 باختصار هذا الحد 12 قاف 8 بقمية 95 سالب واحد على ألف قصة 8 ألف قصة 4 طبعا هنا جزرسين قصة 8 تعتبر سين قصة 4 في المقام وجزرسين قصة 4 في البصل هتعتبر سين قصة 4 ولكن هو بتعايز يتعامل مع معامل الحد التاسع اللي أنا فقط هتعامل مع المعاملات وبالتالي مش هتم بانوش بسين خالص وبالتالي هتفيني فقط المعامل 12 قاف 8 هي 495 سالب واحد على ألف قصة 4 بعد ذلك طبعا هنا هساوي هذا الكلام ب7 تلاقيه 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 تسرة وعشرين استخدام الأل الحزب بكل بساطة هحصل على 495 في واحد على ألف وص ربعة وص ربعة وكس وعشرين ومن خلالها ألف وص ربعة هحصل على واحد على ست وده معناها من ألف تلس وموغر أو سي نص وبالتالي إجابة الصحيفة في هذه السؤالة اللي جابة أعلم نشوف مع بعض المسال الترنتاشر المحدد سين صاد 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 سين صاد 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 يساوي سين زادتين صاد في نقاط ومديني محدد أختاره في هذه النقاط طيب أنا محتاج بفوز اسمه سين زادتين صاد في محدد ما طيب إزاي أحصل على سين زادتين صاد من هذا المحدد خاصة نحظ عبدها الطلاب لو جمعنا العمود الأول على العمود التاني على العمود الثالث جمعت كله عمود لل Прям احصل على العمود الأول سين زادتين صاد سين زادتين صاد كما بالشكون نجمع العمود الأول على الثان و يضاف على العمود الأول كما بالش LG صاد ابدأ أخذ عمل مشترك من عمود الأول نواة 20 زائد 2 صاد وبالتالي يتبقى مكانها 1-1-1 هل هذا الشكل موجود في الاختيارات؟ مش موجود تعالوا نحصل عن عدد صفار مع Rat الصف الأولاني اللي هو 1 صاد وصاد لذا دربت عناصره في سلم 1 وطيفت إلى عناصر الصف الثاني وعناصر الصف الثالث هيجعل هنا صفه تعالوا نشوف هذه الفكرة سلم 1 الصف الأولاني زائد الصف الثاني وسلم 1 الصف الأولاني زائد الصف الثاني طبعا الصف الأول مش هتحرك من مكانه يعني واحد صاد صاد أنا بضيف النواتج فقط على الصف الثاني والصف الثاني واحد في واحد واحد في سلب واحد سلب واحد لما اتمحها مع واحد أحصل على صف سلب واحد في صاد سلب صاد لما اتمحها على سين لما سين من الصاد سلب صاد لما اتمحها مع صاد يجينا صف كمان مرة سلب واحد لما اتمحها مع واحد يجينا صف مادر طيف سلب واحد يعني سلب صاد وضيفها على الصف الثالث يا صاد بحصل أيضا على صف بعد ذلك صاد بصاد لما اضف على سيني على سين مقصات حصلت على الشكل الأمامي لما احنا بصير في الاختيارات واضح أن هذا الشكل تماما هو الاختيار الأولي بالمناسبة المحدد الأخير الأمامي هو محدد على الصورة المثلثية وبالتالي قيمة هذا المحدد حاصل ضرب عناصر عن الخطر الرئيسي يعني ممكن يكون الإجابة النهاية سين زادتين صاد في سين مقصات الخطر ولكن هو عايز الشكل الباية على هيئة المحدد وبالتالي الاختيار الصحية والاختيار الأولي نرى مع بعض المثال 19 إذا كان عين واحد تساوي 3 جاتة 300 زائد تهجة 300 عين 2 تساوي 2 جاء 240 زائد تهجة 240 فأي مما يأتي هي الصورة القصية للعدد عين واحد في عين اثنين طبعا أنا محتاج أضرب العدد الأول في العدد الثاني ثم أحول نتيجة لها صورة قصية ولكن أبناء الطلاب عايزنا تبهيكو على شيء أهم جدا وهو عايزنا تبهيكو على شيء أهم جدا وهو عند ضرب عددين مركبين بالصورة المثلسية لابد أن يكون كلا العددين في الصورة القصية إيه هي الصورة القصية؟ اللي هي لام في جا سيتا زائد ته جا سيتا نلاحظ أن العدد المركب الأول هو عدد مصبوط ما فيش فيه أي مشكلة العدد المركب الثاني فيه مشكلة اتنين مضروبة في جا سيتا زائد ته جا سيتا وبالتالي أنا محتاج أعمل عملية ضبط للعدد الثاني عين واحد خلاص احنا ممكن طبعا أن نبسط الساعة بتاعته ونخليها سالب ستين بعد ما نشيل دورة كاملة من العدد وبالتالي صورة قياسية العدد الثاني عين اتنين اضطر أشتغل فيه كل اتي صورة غير قياسية وبالتالي هبدأ أعدله بالشكل اتي اتنين في جا سالب مئة وخمسين زائد ته جا سالب مئة وخمسين طيب إذا أتنزق ابناء الطلاب هنا جا تاني العدد عين اتنين عين اتنين عبارة على اتنين جا متين واربعين زائد ته جا تا متين واربعين أولا ما عليش لحظه ان الجزء الحقيقي هنا موجب والجزء الحقيقي ايضا التخيله ايضا موجب وبالتالي في رابع الأولاني يبقى تسعين ناقص تسعين ناقص متين واربعين هحصل على سالب مئة وخمسين والتالي هذا العدد عبارة عن جا تا سالب مئة وخمسين زائد ته جا سالب مئة وخمسين عندي طريقة تانية لتضبط هذا العدد أسهل ما كده شوية وإنك تكتب هذا العدد على الآلة الحزبة هتحصل على الصورة الجبرية للعدد المركب بعين اثنين ثم تحوله تاني إلى صورة مثلسية بشكل صحيح هتحصل على السعة الأساسية سالب مية وخمسين وبالتالي عين اثنين بعد ضبطها أصبحت اثنين في جاتة سالب مية وخمسين زائد ته جاء سالب مية وخمسين كده خلاص معي عين واحد وعين اثنين أبدأ أضربهم في بعضه وبالتالي عند الضرب بنعمل يا شباب بنضرب المقييس ونجمع الساعات أصبحت عين واحد في عين اثنين عبارة عن ثلاثة في اثنين بستة ثم أجمع الساعتين هجمع سالب ستين مع سالب مية وخمسين فحصل على سالب ميتين وعشرة زائد ته جاء سالب ميتين وعشرة طبعا سالب ميتين وعشرة عشان أخليها تقع في الفترة من سالب باي إلى باي هتطر أضيف إليها دورة كاملة وبالتالي أصبحت شكلها النهاي ستة في جاتة مية وخمسين زائد ته جاء سالب مية وخمسين الصورة القصية لهذا العدد هي ستة في هي قص مية وخمسين لازم أحاولها بالقياس الدائري يعني الدلالة باي يعني خمسة على ستة باي ته وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى المثال العشرين بيقول لي إذا كان اثنين نون زائد واحد قفره تساوي نون زائد واحد لمره ونون قفره زائد واحد على نون قفره تساوي خمسة على ثلاثة فإن نون قفره زائد نون لمره تساوي نقطة ومديني عدة اختيارات في هذا المثال بيقول لي اثنين نون زائد واحد قفره تساوي نون زائد واحد لمره تعالوا نكتب هذا الشكل بشكل المضروب طبعا اثنين نون زائد واحد قفره ممكن اعتبرها اثنين نون زائد واحد لمره على مضروب رف الطرف الأسرة سيبه زم هو نون زائد واحد لمره والتالي أقدر أحزف نون زائد واحد لمره مع نون زايد واحد لم ره وده معناه أن 2 على مضروب ره هتساوي 1 وبالتالي مضروب ره بتساوي 2 وده معناه أن ره نفسها تساوي 2 عرفت خلاص قيمة ره نعوت في الطرف الأيصر يبقى نون قف ري زايد واحد على نون قف ره تساوي 5 على 3 يعني نون قف 3 على نون قف 2 يساوي 5 على 3 لما استعمل قانون النزوي بين توفق المتتليين هحصل على نون ناقص 3 زايد واحد على 3 يساوي 5 على 3 ومنها بكل بساطة هحصل على نون تساوي سبعة كده اصبحت نون تساوي سبعة وره تساوي اتنين يبقى مطلوب مني سبعة قاف اتنين زائد سبعة نام اتنين وكل بساطة باستخدام الان الحزب هحصل على تلاتة وستين وعلى هذا الاساس انجابة الصحيحة هي الاجابة الاولى. نشوف مع بعض المثال الواحد وعشرين. اذا كان الف هي قص اتنين سيتته زائد به هي قص سالب اتنين سيتته تساوي خمسة جاتا اتنين سيتة ناقص ته جاء اتنين سيتة حيث الف وبيعها عددات حقيقية وسيتة تنتمي للفترة من صفر وبيعها الاثنين وقته التربية طبعا مسالة واحد في انه الف به تساوي نوع. وت��� اثناء مسال من الامثال القيمة الجديدة. تعالوا نحول العدد الاولاني لوا الف وهو قص اتنين سيتة ته م Nashor المسلسية. في الف في جاتا اتنين سيتة ته زائد ته جاء اتنين سيتة ته كذلك به وهو قص سالب اتنين سيتة ته عبارة عن به، في جاتا ح symmetx جاة سالب اتنين سيته زائد ته جاء سالب اتنين سيتا ته. ثم ابدأ تمام الطرف الايصر هو خمسه جاتا اتنين سيتا ناقص ته جاء اتنين سيتا. طرف الأيمن هبدأ اختصره بالشكل آتي الجزء الحقيقي فيه ألف في جاتة اثنين سيتا زائد به جاتة اثنين سيتا والجزء الحقيقي في الطرف الأيصر خمسة جاتة اثنين سيتا واضح أن المأسل جميع المعادلة أو المعادلة كلها على جاتة اثنين سيتا ده معناه أن ألف زائد بها تساوي خمسة لما درس الجزء التخيللي في الطرف الأيمن اللي هو ألف جاء اثنين سيتا نقص به جاء اثنين سيتا يساوي الجزء التغلي في الطرف الأسر اللي هو سالب جاية 2 سيتا وده معناه أن ألف ناقص بها تساوي سالب واحد بالتعامل مع المعدلة الأولى والمعدلة التانية بالجمع المباشر وحصل على 2 ألف تساوي أربعة وبالتالي ألف تساوي 2 ثم نعود في المعدلة الأولى إذا بها تساوي 3 عرفت ألف ب2 عرفت به 3 هو عايز حاصل ضرب ألف بها يعني 2 في 3 ب6 وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى مع بعض المساء لـ 22 إذا كان نون زاد واحد لامره أكبر من نون زاد واحد لامره نقص واحد فإن نون أكبر من نوع تم ديني عدة اختيرة مثل هذا النوع من التميديل إبناء الطلاب أفضل حاجة له نحوله بصيبة المضروب يبيني أقوله مضروب نون زاد واحد على مضروب الفرق اللي هو نون زاد واحد من أصره لما رتبها نون زاد واحد أكبر منه طرف الأيسر يرضي مضروب نون زاد واحد على مضروب نون زاد واحد ناقص ريه ناقص واحد هحصل على نون ناقص ريه زائد اتنين هختصر نون زاد واحد مضروب نون زاد واحد مع مضروب نون زاد واحد ثم مضروب نون ناقص ريه زاد اتنين هخرج منها عامل عشان يتبقى داخله نون ناقص ريه زاد واحد هيتخذك مع الطرف الأيمن وبالتالي هحصل على الشكل الأمان ثم أضرب طرفين في وسطين هحصل على نون ناقص ريه زاد اتنين أكبر من الواحد هخرج الاتنين بره يبقى نون هخرج الره بره والاتنين بره تبقى نون أكبر من ره ناقص واحد وبالتالي اختيار الصعب في هذا السؤال هو الاختيار الأول مثال الثلاثة وعشرين بيقول لي إذا كان أكبر معامل في مففوك ألف زائد سين قصة عشرين هو معامل ح حداشر فإن ألف تنتمي النقاط مديني عدة خيرة كون هو يقول لي أن معامل ح حداشر أكبر معامل ده معناه أن معامل ح حداشر على معامل الحد اللي قبله اللي هو الحد العشر مؤكد أكبر من واحد بيعتبر أن المعامل الفوق أكبر من اللي تحت وبالتالي عشرين نقص عشر زائد واحد على عشر اللي هو قانون النزا بين حدين المتتنيين في معامل التاني يعني معامل مديني يعني واحد على ألف أكبر من واحد ومن خلالها بكل بساطة ده رحصل أن ألف أقل من أو يساوي حداشر على عشر كذلك معامل ح حداشر ده أكبر المعامل يبقى مؤكد معامل حداشر على معامل حد اتناشر اقل من واحد وبالتالي ايضا ايضا اكبر من واحد وده معناه ان معامل حد اتناشر على معامل حد اتناشر اقل من واحد وبالتالي هستعمل ايضا قانون النسبة اللي هو عشرين ناقص اتناشر زائد عشرين ناقص اتناشر زائد واحد على احداشر في معامل التاني على معامل الاولاني اقل من الواحد باختصار هذه العلاقة هحصل على ان الف اكبر من او يساوي عشر على احداشر وبالتالي ألف أكبر من 10 على 11 ويأقل من 11 على 10 يبقى ألف تنتمي للفترة 10 على 11 و11 على 10 فترة مغلقة وبالتالي إجابة صحيحة هي الإجابة الأولى مثال الـ 24 يقول لي إذا كان ألف ستار هي المصفوفة الموسعة لنظام المعادلات فإن يطرى ردبتها أكبر من 2 وأقل من 4 ردبتها أقل من 3 ردبتها أكبر من 1 وأقل من 2 ردبت المصفوفة الموسعة أكبر من أوساة 1 أقل من أوساة 3 تعالوا الأول نحصل على المصفوف الموسعة لهذا النظام المعادلات كما بالشكل العمود الأول هو عمود السينات معاملات السين العمود التالي معاملات الصاد العمود التالت معاملات العين بس بشرط تكون المعادلات مرتبة تحت بعضي العمود الأخير هو عمود السوابت أمامي مصفوفة موسعة واضح أنه نظامها 3 في 4 عشان نجيب ردبتها تعالوا أول نحاول نجيب ردبت المصفوفة الأصلية ردبة المصفوف الأولى محددة طبعا هنا هيساوي سنة واحد يعني محدد هذه المصفوفة أجيب المحدد الأولاني اللي هو ثلاثة في ثلاثة قيمته لا تساوي واحد وبالتالي ردته هنا تنامى قيمته لا تساوي واحد إذن ردبة المصفوف المصفوف هنا تساوي أكيد الردها هي ثلاثة لو بصلنا للاختيارات الأمامي أكيد الاختيار الثاني لا لنقل لي ريه آلف ستار أقل من ثلاثة وإحنا خلاص تأكدنا أن هي بتلاثة طيب أكيد الاختيار الثالث لا اللي أكبر من واحد وأقل من الاثنين وهي أكيد ثلاثة الاختيار الأخير أكبر من أو يساوي واحد وأقل من ثلاثة طبعا أقل من بدون علامة يساوي إذن أيضا هذا الاختيار قاطع يبقى مؤكد الاختيار الصحيح اللي فيه ربط ألف ستار تساوي ثلاثة هو الاختيار الأولان لأن الثلاثة محصورة بين الاثنين والأربعة وبالتالي ده الاختيار الصحيح معدلة الدرجة التانية التي جذراها واحد زائد ثلاثة أمجة وواحد زائد ثلاثة أمجة تربيع هي نقطة ومديني عدة معدلات طبعا عشان أكون معدلة من الدرجة التانية زي ما درسناها في الصف الأول السنوي لازم أجيب الأول مجموع الجزرين وحاصل ضرب الجزرين شكل النهائي للمعادلة بيبقى سين تربيع ناقص المجموع في سين سيتحاصل ضرب يساوي صف تعالوا الأول نجيب مجموع الجزرين إلى واحد زائد ثلاثة أمجة زائد واحد زائد ثلاثة أمجة تربية هحصل على اتنين زائد ثلاثة أمجة زائد ثلاثة أمجة تربية طبعا ثلاثة أمجة وتلاثة أمجة تربية دي بسالب ثلاثة اتنين نقص ثلاثة بسالب واحد ده مجموع الجزرين حاصل ضرب الجزرين بنفس الطريقة بس لازم أتعامل بالأخواس يعني واحد زائد ثلاثة أمجة مضروبة في واحد زائد ثلاثة أمجة تربية لما فك هذه الأقواس واختصرها هحصل على واحد زائد تسعة اللي هي عشرة ناقص زائد ثلاثة أمجة تربية زائد تتة أمجة اللي هي بسالب تلاتة عشرة ناقص تلاتة هحصل على سبعة كده خلاص عرفت مجموعة الجزرين بسالب واحد حاصل ضرب الجزرين بساوي سبعة يبقى المعادلة أن هي هي سين تربية ناقص مجموع الجزين اللي هو أصلا ناقص واحد عشان كده قلنا زائد سين زائد حاصل الضرب اللي هو بسبعة يساوي صفر ده الشكل النهائي للمعادلة المطهوبة وبالتالي إجابة الصحيحة هي الإجابة التامية مع بعض المثال الستة وعشرين إذا كان ألف به قص ناقص واحد تساوي طن في واحد سالب تمانية ستة سالب اربعين وألف نفسها سالب تمانية سبعة سالب واحد واحد فإوجد به قص ناقص واحد في هذا المثال بيقول لي ألف به الكل قص سالب واحد يعني المعكوس الضربي لحاصل ضرب المصفتين ألف وبيه هو الشكل الأمامي ومديني عناصر مصفة ألف وعاز يعرف المعكوس الضربي العناصر المصفة بيه إحنا عارفين كواس جدا إن ألف به قص سالب واحد هي بقص سالب واحد في ألف قص سالب واحد هذا الكلام هيساوي طن في واحد ستة سالب تمانية سالب أربعين أنا محتاج به قص سالب واحد إذا محتاج أخلص السلب واحد اللي معاها وبالتالي هاتطر أضرب طرفي هذه المعادلة في ألف من اليسار في ألف من جهة اليسار عشان ألف سلب واحد لم أضربة في ألف أحصل على مصوفة الوحدة اللي هي I وبالتالي أصبحت باستنقات واحد فـ I نتيجة ألف واصلاقات واحد في ألف هيثاوي الطرف الآيف س dun واحد سلب تمانية ستة أربعين مضروبة في ألف اللي هي عندي سلب تمانية سабعة سلب واحد سبعة بدرب المسلطين الأمامي طبعا ما نساش بدرب صف في عمود ثم نفس الصف في العمود الثاني بنفس الطريقة مع الصف الثاني مع العمود الأول والعمود الثاني هحصل على الشكل النائل الأمامي اللي هو عبارة عن صفر وسالب ثم وسالب واحد وربع وبالتالي ده الاختيار الصحيح عندي هو الاختيار رقم ثلاث كده ابناء الطلاب انتهينا من المراجعة الشاملة بمادة الجبر رجعنا فيها ورقة المفاهيم اللي وزارة التربية والتعليم عاملها لكم وقلنا ان هي ورقة شاملة وكافية جدا مرطية جميع أجزاء المنهج بلا استثناء كذلك اتعرضنا الى مجموعة هائلة من التمارين هي تمارين ايضا موضوع من قبل وزارة التربية والتعليم في صورة الاختبارات التجربية للوزارة عاملها اتعرضنا فيها لجميع أجزاء المنهج اتعرضنا الى مبدأ العدل اتعرضنا الى التبديل والتوفيق درسنا فيها النظرية ذات الحدين درسنا فيها مجموعة من الاعداد المركبة درسنا فيها الجزور التكابية للوحد الصحيح اللي هي الأمجة أيضاً درسنا فيها الجزور التكابية للوحد الصحيح ودرسنا فيها أيضاً المحددات والمصدقات وكده انتهينا من المراجعة النهائية متمنين لكم دوام التوفيق كان معكم الأستاذ رفعد حمزة خبير ومجد أول الرياضيات مع أطيب تماميات الإدارة العامة للتعليم الإلتروني بوزارة التربية والتعليم وللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله أو الدرس القادمة يكون مع الهندسة الفرقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته